كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 59 طن في مجالي حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 754 قضية في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبطات بلغت قرابة 70 طن من الأقماح المحلية في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي ترجمة نانسي قنقر